السلام عليكم جميعا ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن الاحوال الفيديو تعانها اليوم سوس كرامل راني ديرتها معاكم زوجت عن الخطرات خطرة بالكريمة وخطرة بالحليب ولكن ما دفع عني باش نعاود الفيديو هذا معاكم رداءة التصوير في الفيديوهات اللي فاتوا لاني راني فيه سانة في عام من حيتي ديرتهم معاكم وماكنش عندي الجودة تحت تصويرها مليحة وتحت المونتاج مليحة يعني كان شوية كيوالو على هديك انا عاودت قدرت معاكم بالشرح المبسط وتاني الفيديو اللي فات اعطيتكم بالقرام ولكن هاد الخطرة حاولت باش يعني نبسط لكم شوية المقادير باش ايتها واحدة تقدر تديرها شوفوا القاوة متاح يجي ما شاء الله وتقعد لك في الفريجيدان ما تضيع موال وتقعد لك عام في الفريجيدان راهي قاعدة عام هذه الهداوي خرجتها من الفريجيدان راهي شوية شدة روحها مغيط خلطها خطر عزوش تصايد تبقى تسيل شوفوا القاوة يعني ناجحة مئة بالمئة وهذه اللي صاعدها غير بالحليب شوفوا القاوة متاحها كدير روحوا بسم الله انشوفوا المقادير ونشوفوا الوصفة هنا يرطل تع سكر واني ديرتها في الفريج ميزيق كما هكا هنا يرطل جاني عن ويني كم لديك الخطوط الخضرين انا زيت له زوجه مغارف باش ندير الوعاء التاعي مملوء اليك انتما يرطل تع سكر عمرتها في هذا الوعاء لابغا تديري نصر طل ونصر طل عمره في ويعاء لازم لكي تحكمي الميزيغ التاعك لازم لكي الرطل ولا نصر طل لازم لكي توزنيه في حاجة باش تعبري الحليب في نفس الوعاء باش تديري لاخد شر السكر وليحكم في الحليب يعني لح بريت عبره سكر وتكوني وزناته عبره حليب ولازم توزنيه باش تعرفيش على ديري دهان المهم انشار الشرح التاعي يكون مبسط الي بغا تدير بالكريمة انا هديها الكريمة اقدرتها الخطرة اللي فاتت ترسبيها ولكن صراحة كي اقدرت بالحليب كامل الدوسم اعطاني نفس الناتيجة نفس الناتيجة جات وحد الكريمة ما شاء الله جات وحد الصص ما شاء كرامال ما عندي ما نقولكم ولي بغا تديري دومائك خيمي تقدري دومائك خيمي ليسانسيال تقبضي العبر بزاف انا درت الرطل وغادي نعبر كيفه الحليب بغا تديري نصر طل عبري نصر طل وديلي تاني على الحساب نصر طل الحليب على الحساب نصر طل العبرت على نصر طل تع السكر انا هنا غادي ندي ميتين جرام تاع دهان هادي رهيت تلقيتلي شوية ما لاخدش قد في الكونجيلاتير ولي ها نمسح فيها شوفوا هادي باكية عن السرطل اللي ما عندهاش الميزان تقلع منها مورسو صغير شوفوا المورسو كده باكية عن السرطل اللي حتملها هاد المورسو في حوالي 2 سنتيمتر اه يعني 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 على حسبها كصبوع كبير كل شي باف الميزان شوفوا احدى الـ 2 سنتيمتر وللي عندك الميزان اوزني ولادي اللي غير بعينك هي ميزانك اه هنا يتسحقي اه ميتين اه اه تاع دهان وبيانسيخ الرشة تاع الملح اه لك ان تستعملي نصر طللن تاع السكر تستعملي غيل اه 100 قرام تاع الدهان اذا تدري نصر طللتع السكر تدري 100 قرام تاع الدهان ان شاء الله الشرح التاعي يكون بسيط ويلك اش حاجة ولا لا خلوا لي في كومنتهر ان يجاوبكم ان شاء الله شوفوا هنا اي اول حاجة تدري السكر ودريها على النار ومن الاحسن لو كانت تدري الكسر ونتاعة تحمى ومبعدها تفرّع ليها السكر بسع تعتك نفس النتجة ما عليش انا غير فرقته قدامكم لقد شرح لكم بسيط وان شاء الله يربي الفيديو هذا يكون الجودة تاعها عالية بشي كما الفيديوهات اللي فاتوا ما شرحت لكمش غاية وسمحوا لي ان الفيديو كان طويل لخاطر شوفونا راني عبرت الحليب نفس الميزيغ تاع السكر راني عبرتها حليب اولا والكرامال التاعي راه يفوق الغاز راه يدوب هنا السكر ما غاديش نحط فيه المغرف غادي نقعد غير كما هكا ساعة 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 نخلط كما هكا غادي نخلي الفيديو شوية طويل يعني مش طويل طويل بزاف ولكن غادي نحاول باش نقع المراحل نفوتهم معاكم يعني باش ميجيش كما الفيديو خطريفات ديجا ما جيت ندير الكريمة هذي كل لقطة ما صورتها شرحت له ولكن هذي الخطراء راني وخد زع ما اخذيت الحاضر تاعي باش يكونوا المراحل اللي قاعد مصورين معاكم تقول غاية تحركي فيها انا حتى الان ما زال ما درتش المغرف هذا ميتين قرام تعدها نشوف قطعت هذي بتي مخصو كما هكا كاروات سغيرين باش تسهلي الامر بعد كينكي نديرها مع السكر يعني ندوب لي بالخاف ما تغبنيش ودائما نقعد نهز في الكاسرونة ولا في المرميطة تاعي كما هكا بلا ما ندير لها لا مغرف لا حاجة شوفوك السكر بداي يدوب كما هكا ما يبقاش نهزلكم هزوا غير الكاسرونة كما هكا المرميطة تاعكم كما هكا باش تبقى تحركي هدك السكر هنا هدوك الحواشي كي تعمروا الكسكر يلسق فيهم السكر ما تخافيش من بعده كينة معطياب كي تبقى الطيب كل شي غاليدو ما غادش يقعد يعني ما غادش تبقى على الكطرف تاع السكر حاصل في الحواشي ولا في الحاوف يعني في الحيطان تاع المرميطة ما تخافيش شوفوك راني ينهز فيها كما هكا باش يعني هدك السكر يعني يدوب شوفونا راني درت الملعقة استعملت الملعقة لانه خلاص ما عندي ما نحرق فيه لازم الملعقة ليتحركه شوية دركت في الحواشي كي ما ركم تشوفو باش نهود هدك السكر ولكن كل شي غاد يدوب شوفونا بعد اللي تقريبا صاي الحوبيبات التوعي حسيت بهم قعدابو مبقاوش تبقى لك حبة ولازوش غاد يدوب من بعدك هنا تبقى بعنا غير المراحل اختي وكل شي ساهل تديري هديك الميتين قرام متاع الادهان وتبقي تخلطي 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 وهنا يتنقسي قاع للنار تاك وتقعدي تخلطي حتى تدوب هدك الدهان في هدك السكر الكرمل اوخرته لخاطرش هده ما ينقش بالخف راني شرحت لكم شعمل خاطره بليلقص تاعي بلاك ما ينقش بالخف خلط مليح حتى يدوب قاع الدهان حتى يدوب قاع الدهان فرقت عليه الحليب وغادي نعاود هنا من نعاود فرقت الحليب يعني شوية تكتل لاخدش الحليب كان بارد درس الرشاة تاع الملح ولكن عادي كل شي قاع كاش كتلة تكتلة مور الحليب غادي يطبخ داك الحليب ويحمى وكل شي الخالط التاعي قاعي يحمى يوصل لدرجة الغلايا كل شي غادي عادي يدوب سرحت الفيديو لانه جاني شوية طويل قلت نسرعها شوية معاكم في نفس الوقت بغيت باش تحكموا معايا قاع المراحل هنا غي في الضربة اللولة في الغلية اللولة تغطيه ما هكاك غي باش تعاوني هذي كلافا بيرت كل شي تخلط لك مع هدك من تكون يبلعتها يعني يوقع الحمال الداخل ولافا بير تكونوا قاع باش كشحوا بيبات تعصقوا قاع يدوبوا في وسط هذيك لافا بير غيف الضربة اللولة تبلعي ومبعدها صايمت وليش تغطيه تركنا خليتها بدون غطاء وبقيت ساعة على ساعة نحرك ما غفلتش علي قاعد احدها عند القاس ساعة ساعة كل دقيقة كل دقيقة كل دقيقة حتى لي دال لي هاد الرغوة ودال لي هاد الزبود هنا هاد المرحلة تعم من حيث اللي بدا يغلي من درت الحليب بدا يغلي دال لي تقريبا عشرين دقيقة وحد يمكن فمن طعشين دقيقة هاكا سيوصلي هاد على نار متوسطة هو القاوة متاعه تحسي بيه اتقل في المغرف كيدو كنت يتحركي بالمغرف تحسي بالقاوة متاعه رها تقيل مراش يعني مراش خفيف ولكن في المذرة هكت على العين تبالك بالليل خليط رها خفيف هنا تطفي عليه وتخليه يبرد وكي يبرد مليح يعني غاية صايب لا مديري في الفوزي جيدا داخليه يبرد غير البرا هاد المرحلة ضرورية wherein هاد المرحلة بسيف تديريها يعني مشي تفوتها ومديريهاش لانه بزاف في الفيديوهات مشي شارحين هاد الطريقة التالية اللي تديريها باش ترتبي باش ترتبي الصوس كراميل تاعك مش دالينها صراحة ولكن هذي ضرورية هذي اللي تولي بها الكرامل التاع كرطبة تولي ليس تولي كيمان تاع المحلات لازم تحكمي الميكسر كي ماركي تشوفي وتقودي تميكسي مدة دقيقة حتى الدقيقتين تميكسي مليح مليح داك الخاليط شوفي حتى هذي الحواف اللي كانوا لاسقين في الجدار تاع المرميطة اخرطهم بالملعقة وغادي نعاود الميكسيم الجديد يعني لازم الميكسيم ليح الكرامل التاعي باش ايتها حبيبات تكتولة انتع كرامل لك ما كاش تكتولة تاع السقر ولكن يكونو تكتولة يمكن انتع كرامل ولا ايتها حاجة ايتها حاجة هكا المهم هذي المرحلة مهمة مهمة جدا شوفينا يا غادي نوزن الكرامل التاعي يعني مش بالميزان ولكن غادي نعبر شوف شحال قطعت لي قدامكم هذا هو العبر اللي عبرت به الحليب قبيلتينا ولا شوفو اعطاتني وعاء معمر والزيت عمرت كاس زيت عمرت كاس ولا انا ما غاديش نحتافظ بيهم في هاد الاوعية انا غير باش ندير اللي ميزة قدامكم باش نشوفوا يعني شعال قطعت لي يعني هاد الكميات ديلك خيرات الله من القاطو تعال عيد ان شاء الله لايحينا اه حشوات ولا هكا تغل في بيهم قاطو ولا ايتها حاجة ليسونسية لتقدري ولا الباتيسري ولا هادي تحكم الكثير العام وهي في فريجيدان ما غاديش تضيع لك غير بلعي لها وخليها انا مداري نختمها وخليها في الفريجيدان ما تضيعش انا غادي نديرهم في اوعية واحد اخرى تاع البلاعات هكا في قوابس نشوفهم باللارات ونديرها في الفريجيدان شوفينا يا بعد ما خليتها في فريجيدان انت قدري تخليها ساعتين تلسوا يع تقدري تستعمليها ولكن انا من خدمتها في الليل درتها في فريجيدان الليل ما قدرش نزيد نصور في نيسون في الليل تلس صباح دربكرة ينصور فيها معاكم يعني متخرجيها شوية تكون هكا شدة روحة غير تخلطيها خلطيها زوج سايشوف كي تبقى تسيل قاوة متاحها يهبل ليهبل ما شاء الله جات روعة 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 ان شاء الله يا ربي ديلي فيها تيقى اختي وجربي هاد السوس باش تخدمي بها لي قاطو التوعك وما غاديش تندمي وكاش حاجة في لي كومنتق ولا حاجة خلوا لي كومنتق نرد عليكم إلا كان عجبك الفيديو نقولك من فضلك من فضلك اختي اشتركي في القناة فعلي زر الجرس باش يوصلك قاعد جديد وإن شاء الله الفيديو تاع اليوم كان أخفيف عليكم إن شاء الله يعني ما كنتش مطولة عليكم وإن شاء الله الشرحة التاعي كان مليح كان كل شيء واضح ما خليت حتى نقطة ما شرحتهاش نقولكم إلى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته